شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أود أشكر التلفزيون البحرين على تضافتي وهناك أود توجيهها بمناسبة عيد العرش للمملكة المغربية إن عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة ذكرى مرور 25 عام على تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس حافظه الله مغليد الحكم هي مناسبة نفتخر بها ونهن أنفسنا كعرب خلالها بمسار التحولات والإنجازات التي عربت المملكة المغربية على كافة الأصعية أما على الصعيد السياسي أصبح المغرب من أكثر الدول الدموراطية بفضل المبادرات الملكية المتعددة وعلى رأسها دستور سنة 2011 وعلى الصعيد الاقتصادي قاد جلالة الملك ثاورة اقتصادية جعلت الاقتصاد المغربية تطور بوتير سريعه ويحقق طفرة على مستوى المشاريع الضخمة في قطاعات صنعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية أما على الصعيد الاجتماعي سجل المغرب تغدم ملموسا في مجال النهو بالحريات والمساواة الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل أما على الصعيد الخارجي تميزت الدبلوماسي المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس بتشجيع الحلول السلمية خصوصا بالنسبة للأزمات العربية كما تميزت الدبلوماسي المغربية في عهد جلالة الملك بالدفاع عن حقوق المشروع للشعوب وعلى رأساء الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى التزام جلالته بتعزيز علاقات التعاون بين بلدان الجنوب نعم سعادة السفير كيف تصف العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة ولو أردنا الحديث عن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية فهي علاقات متميزة ووطيدة بفضل الرعاية السامية لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي حفظه الله وأخي صاحب الجلالة الملك محمد السادس علاقات تتسم بالتشاور السياسي الدائم بين البلدين على مختلف المستويات والدعم المتبادل في المحافظة الأقنيمة والدولية وتطابق في وجهات الناظر حيال العديد من القضايا مملكة البحرين والمملكة المغربية ترتبط بينهما بأكثر من 60 اتفاقية بورتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكر التفاهم ومحضر تشمل مختلف مجالات التعاون العلاقات السياسية والديبلوماسية البحرية المغربية نموذجية ومواقف المملكة المغربية إذا مملكة البحرين مشرفة وكذلك بالنسبة إلى مواقف مملكة البحرين تجاه الغضايا المغربية أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية فإن البلدين تحدوهم إرادة أكيدة ورغبة كبيرة في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما ويطمحون الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستر المتميز الذي بلغت في العلاقات السياسية التي يربط بين المملكتين نعم سعادة سفير خالد بن سلمان لمسلم سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية عميد السلك الدبلوماسي العربي كل شكر لك